انا وسهلا بكم مجاهدين العزاء معكم راود الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ايكوتي نعود إليكم مجددا في فيديو نتحدث فيه عن آخر التغيرات في الأسواق المالية العالمية طبعا الفيديو اليوم من مكاتب ايكوتي في عمان طبعا نتحدث أولا عن تغيرات أسواق العملات وعلى رأسها اليورو أمام الدولار الأمريكي الذي بشكل واضح ارتد بعض الشيء من أدنى مستويات التي كان قد وصل إليها وهي تقريبا عند مستويات الواحد فاصلة تقريبا 13 عشرة عاد الارتداد بعض الشيء هذه المستويات التي كان قد وصل إليها اليورو نتيجة قوة الدولار الأمريكي بإيجابية البيانات الأمريكية وباقتراب رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة في ظل إبقاء السياسة النقدية التيسيرية ذات أسعار فائدة منخفضة في الاتحاد الأوروبي هذه الغواء ضغطت بشكل كبير على أداء الزوج يورو دولار أمريكي في الوقت نفسه أيضا الباوند المتضرر بموضوع البريكزيت هناك خطوات متسارعة أكثر نحو إبقاء الشروط الراهنة لخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في خانة الهارد بريكزيت يعني لا يودد علاقات تجارية إيجابية كما كانت سابقا ما بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خروج صعب خروج كامل من الاتحاد الأوروبي وبإعادة بناء العلاقات التجارية هذا الأمر ضغط على جينيلا سترليني حقيقة بشكل كبير وقد وصل إلى مستويات الأدنى منذ شهر ستة العام الماضي والتي توافق تقريبا لمستويات الـ 21.20 الآن استقر بعض الشيء أداء الجينيلا سترليني أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم ولا يعني أبدا استقرار وتوقف النزيف وإنما إمكانية مزيد من الهبوط باستهدافات قد تصل إلى مدهوم مستويات الـ 1.25 في ظل هذه الظروف الصعبة ما لم يأتي جديد فيما يتعلق بالبريكزيت أو انفراجا نوعا ما الموهد المنتظر للبريكزيت هو شهر أكتوبر حيث سوف يكون الشكل النهائي لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا في الوقت نفسه لدينا أيضا الذهب الذي انهارت أسعاره دون مستويات الـ 1.200 دولار للأنصة وصلت أسعار الذهب تقريبا إلى مستويات الـ 1.160 دولار للأنصة ذلك حدث بالتحديد ليلة يوم أمس يعود للارتداد بعض الشيء ولكن الارتداد نوعا ما ضعيف ولا يزال عند مستويات الـ 70 إلى الـ 74.170 إلى 1.174 دولار للأنصة انخفاض الذهب مرده الأساسي حقيقة لقوة الدولار الأمريكي تفضيل المستثمرين للدولار الأمريكي كملاد آمن على الذهب عودة ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية انخفاض توترات الحرب التجارية خصوصا بعد ذكر أن هناك وفد من الصين سوف يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة حلول تسهيل موضوع تداعيات الحرب التجارية داخل الدائرة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والزيادة الرسوم المتبادلة ما بين البلدين فيما يتعلق بالأزمة التركية حاليا ليرة تركية تعود لتصحيح بعض الشيء طبعا بنتيجة الحديث التي تقول أن البنك التركي مستعد لإقراض البنوك التجارية بالليرة التركية بفائدة مرتفعة عن الفائدة المرجعية التي يذكرها البنك عندها 19.25% وهذا حديث لم يتم إعلانه بشكل رسمي بعد على الرغم من أن البنك ذكر أنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة بوقت قريب ولكن نوعا من تدارك الأزمة أو لتدارك الأزمة قام بهذا الأمر ورأينا ارتفاعات للليرة التركية أمام الدولار الأمريكي تقريبا هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات 20% كارتداد بالنسبة لأسعار النفط حقيقة أسعار النفط تعرضت للضغط شهدت انخفاض ملموس يوم أمس وصلت إلى مستويات متدنية دون الـ 65$ للبرميل بنتيجة مخزونات النفط الأمريكية التي أظهرت ارتفاعا مفاجئا وغير متوقع بالمخزون بلغ مقدار هذا الارتفاع حوالي 6.8 مليون برميل لكن قوة الدولار الأمريكي تضغط على أسعار النفط وجود ارتفاع في المخزونات وبالتالي ضعف الطلب أيضا متوقع على النفط ضغط على أسعار النفط بهذا الشكل والارتدادة ممكنة جدا لكن حدود الارتدادة خلال تعاملات اليوم بين الدولارين إلى ثلاث دولارات نجمالا هذه هي أبرز الأحداث التي ظهرت خلال تعاملات اليوم أشكر لكم المتابعة وأراكم في بيديو جديد إن شاء الله خلال الفترة القادمة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة